عشان أدخل مدخل مبارات الأهلي واسموحها ومن بعدها الأهلي والزبالك ومن بعدها كاس العالم لازم يبتدي من مبارح لازم يبتدي من الكلاسيكو اللي رجع مرة تانية بمنتهى الصراحة أنا وأنا بتفرج على الماتش يعني كنت شبه عصر على نفسي لمونة يلا نتفرج على البرسا والريال اللي ما بقاش يعني من بعد ميسي ونورالده ما بقاش لكن مبارح لا كورة غير ومبارح الحقيقة أهم حاجة يمكن لفتت نظري فيه المباراة هو خط نص برسلونة إزاي تمتلك لعيبة كورة مش هقول عليهم سوبر ستارز مش هقول عليهم أكبر ما هماش ميسي وما هماش رونالده وما هماش ديماره وما هماش صلاح وما هماش إمبابي بيدري جابي ديونج وبوسكتز أربع لعيبة حقيقة يعني متعوني كورة القصة بسيطة وسهلة وهي برسلونة طول عمرها الحقيقة السهل الممتنع بس إجادة مهارات التسليم والتسلم إجادة مهارات التحرك بدون كورة السرعة في نقل الهجمة بس هي قصة كده ليه ما بنشوفش دفما لعيبنا أنا مش عارف يمكن نجمينا النهار ده في سادسة كابتر رمضان السيد يكون عنده إجابة على السؤال ده وخليني أبدأ معاه على طول بالكلاسيكو بس بعد بقوله أهلا وسهلا بك في سادسة النور الدنيا كابتر رمضان بنا خليك وحمد الله خليك لوحد هو بيشوف الكورة بلاي الموضوع سهل قوي يعني التيكي تاكا دي فكرة إنك أنت تعد أنا بسمع دايما في كل مطشط الدولة المصري صوت المدربين من بره باس 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 هي الفكرة مش إنك أنك أنت تعمل عدد نقلات تقول إنك أنك أنت مستحوث به الفكرة إنك أنك أنت ترهق الخصم الفكرة إنك أنك أنت تعمل نقل سريع للهجمة وده اللي عمله لعيبة برشولة مبارح بزيك كتاب ما بيقول يعني قبل المباراة إحنا افتقدنا المتعة في الكلاسيكو الحقيقة بعض ما مشي رونالدو بعد ما مشي ميسي אתה عادنا فترة كلاسيكو ومضلم شوية جيد مضلم african لكن بحقيقة مبارح يعني إيه المتعة دي إيه المتعة يعني نتعرف متعة إيه ما فهاش فردية صوت المرض تيمر جماعية آه يعني ده في برشولة مبارح بيعمل حوالي 28 تمريغة لا وبيلعبوا مين يعني خط النصر قدامهم في ميناء كابتن نمضان مودريتش طالي كروس كامافينجا يعني لحيبها يعني على مستوى طبعا طبعا لا امبارح الحقيقة عملوا جيم خرافي جيم هاي الحقيقة انا بقولك في دقيقتين كده مسكوا فيها الكورة عملوا فيها حوالي 28 تمريرة وفي نفس الوقت ايه مش كمان التمرير السلبي و بعد كده بيفنشوا بهاجمة يعني عندهم حتى السرعة في التلتي الهجومي ايه ده ده يعني لا هي هو ماتش امبارح ده يدرس طبعا يعني الناس اللي عايزة تشتغل لازم تتفرج على ماتش ده مرة واثنين وثلاثة ويشوفوا ازاي بونه الهجمة وازاي نقل الكورة حقيقة يعني ده السخصوصي زي ما بيقولك يعني زي ما بيقولك كده النهاردة بعد 28 تمريرة او 25 تمريرة بيعملوها بيفنش بهاجمة تلاقي مثلا واحد من دي ظهره مثلا للجناح للشمال وهو عارف ان هو موجود هناك ورا عملها له والتاني رح واخدها وفيها عمل واحد ده واحد وبعدين رح عملها بعرض جول لا تمكن يعني انت عارف ايه فكروني بالاداء بتاع جديولة في الاول كمان جافي وبدري تحديدا حسسوني مبارح انه انيستا وتشابي مرة تانية بالضبط يعني نفس مدرسة لماسية نفس الكنترول نفس الشخصية نفس الحجم يعني اتنين لعيبة صوارين جدا لكن قائد اوركسترا زي ما بيقوله يعني حاجة ممتعة حاجة ممتعة الحقيقة واعتقد ان برشورة مبارح عمل جيم حتى اقولك حاجة يعني لو انت بتعمل مثلا توقعات قبل المبارحة ريال مدريد ايه لان ريال مدريد ماشيين كواس في الدوري وفي نفس الوقت مرشورة متصدر اه مرشورة متصدر الدوري اه مانا بقولك يعني هما كانوا فترة كانوا ماشيين كواس في الدوري لكن الحقيقة اداء مبارح لا رجع لنا الكرة الجميلة والكرة الممتعة لما توقع تستمتع بالكرة في مرات مبارح الحقيقة جماهيل البرسك صبرت كتير اه طبعا صبرت كتير عشان توصل ده اه طبعا واستحملوا تشابي في كبوات عنيفة كبيرة كبيرة وعنيفة ودوري الابطال طبعا مخروجه من دوري الابطال ودوري الابطال ودوري مطش صعب جدا مع اليونايتد في اليوروباليج اه طبعا بس بس في اوقات كتير الصبر ده سواء من الادارة انتعارف ان عندنا هنا الادارات غالبة ما بتصبرش يعني تلات اربع مطشات تتغلب يلا مع السلامة فاعتقد ميجيب نتيجة احنا لو تشافي عندنا كان زمن ومشي من اه 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 كان زمن ومشي صحية اه اجي معاك لمقش بكرة مقش بكرة جاي في توقيت مهم في بداية الحلقة كنت بقول انه مباراة سموحة بكرة بالنسبة للجماهير ليهها تلات اه 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 نقط مهمة تلات حاجات مهمة الحاجة الي قولناك تكسب المباراة وتتأهل لنهاء الكاس الحاجة eingesتانيا انك انت تطمن على فرقتك قبل تراح بعد المقش ده للزمالي الزمالي الزمالي وهي مع مقش الزمالك تجربتين مهمين جدا وفي منتهى القوة قبل ما تروح كاس العام. من هنا المباراة ليها أهمية كبيرة وخصوصا أنها جاي بعد التعادل مع المصري. شايف الظروف والمقدمات من قبل المباراة ازاي؟ طيب قبل ما هنتكلم عن المباراة الحقيقة أنا عاوز أتكلم على الفترة اللي هي الفترة اللي فاتت اللي هي فيها الحقيقة الثلاث أربع مباراة الأخيرة. لأ النادي الأهلي رجع. استعاد مستوى واستعاد أداء الحقيقة. وابتدى الضغط اللي كان بتعامل في السبع مباراة الأولانين الحقيقة يتعامل بشكل كويس قوي بشكل هاي الحقيقة نتكلم على ماتش وماتش أمبي وماتش المصري أنا تاني يوم الماتش قلت لأهلي كورت وما فاش مشاكل. مشكلة وحيدة هي اللامسة الأخيرة. طبعا. وخصوصا شهود تاني. شهود تاني في مباراة المصري لا انت بتعمل كل حاجة في المصري. مظبوط. أولا ضاغط ومش مدي مساحات لفرقة المصري عشان تروح لك تروح للجول. زي شهود الأولاني شهود الأولاني كان فيه شوات خلل كده بسيط. لكن انت لأ شهود تاني كان بينقصه. اني ناس تركز أنا فيه فرص مش ميصدق ان العيب يضيح يعني الفرصة بتاعة أفشة وحسين الشحات يعني أنا بقول ايه لازم بفيه طمعة أنا أفشة ده انت مواجه لمرمى وانت سابق بحوال عشرة يرضى. كان نقصك بس مثلا تزق واحدة كمان وتحط انت ببطل رجليك. لأن الجول كان مفتوح بالنسباله. لكن هو لما جي العيبها لحسين الشحات الحقيقة ما تلعبتش بإتقام. الإصابة اللي كانت عنده ممكن تكون مأسرة يعني انت عارف برضو يعني لما العيب يتصاب إصابة جمدة ويكمل المطش كله بتأثر على قراره. بتأثر على ثقته في نفسه. بتأثر على الدقة. هو شخصيا ممكن يكون أهل حساباته. لا أنا ممكن نضايحها. أضمنها مع الشحات. فممكن القرار يبقى مرتبط بفكرة الإصابة اللي حصلت له في المباراة. وهو بنسبة كبيرة جدا الكلام انت بتقوله صح 100% لأن الإصابة مش مكنتش مثلا غرزة غرزتين. شنين غرزة بيقول. هاشين غرزة ولا مش عافة صعصية غرزة. ده حاجة جمدة جدا يعني الطبيعي انه هو كان يخرج من ملعب. وما يكملتش المباراة. لكن أنا بقولي انه أفشى كمان بطل انه هو يكمل المباراة. مزبوط. لكن أنا بتكلم بقى لو أفشى في حالته الطبيعية. لأ ده هو كمان خطوة في الدريبل بتاعه. وكان حط بطل رجلية. الشمال أو يمين. والمرمى مفتوح. لكن حتى لما راحت لحسينيش حتحظه السيء انه رجعت لورا شوية. خطوة. سنة. اه. فدي صعبتها الحقيقة. الحقيقة كمان الفرصة بتاعت أحمد عبدالقادر. يعني أولا انت لعبت كويس قوي. 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 وان تو. في ربط وفي جماليات وفي كل حاجة. ولو خلصت كان جميل. اه بزر. كان بينقصه كان بينقص اللعبة دي. اننا بقدر يحط بطل رجلية في زاوية من الزواية. وابو أحمد عبدالقادر عنده الحتة دي جامد جدا فيها كمان. فهي يعني داخل فيها اننا تركيز شوية. وداخل فيها عدم توفيق. عشان كده احنا الشوت التاني رغم استحوازنا ورغم الفرص الكتيرة قوي اللي جات لنا. في فرصة للشاهدين. في فرصة للشريف وفي فرصة الحامدين. طبعا. طبعا. ما انا عشان كده اللي بقول لك. صدعف في راس كولر بتهيقك. طبعا. يعني انه مدرب يعمل جيم زي ده. قدام فريق زي نادي المصري. وفرقة مصري فرقة حلوة. فرقة بتلعب كورا يعني. وعدهم المحترفين كويسين اوي. اه اه دغموم ده عجبني جدا بصراح. يعني دغموم والجلاصي ويزي اميكا اللي حقيقة فان كده تعمل الجيم ده وتسيطر كده وتستحوز كده وتخلق الكم الكبير جدا من الفرص ده ومتطلع اللتيجة درو صدعف مخبطة بالنسبة للمدير الفاني. طبعا. طبعا. لاني انت يعني تعرف ايه. كل ما بتزود اللبناط اللي بينك وبين المنافس طبعا. اعطاك انت بتديلك ريحية طبعا. بتلعب الامبارات اللي بعد كده. وتصندر له هو التوتر. اه طبعا. وتضغط عليه هو اجل الزبط كده. يعني ده مهم جدا. ويمكن انا زيان بقولك هي بس عايزة تركيز وعايزة ثقة وعايزة بحثة المواجمين بالذات. انا النهاردة ما ينفعش كل مبارا هلعب بحد. ألعب بمحمد شريف النهاردة. المبارا اللي بعدها بلعب بشادي. المبارا اللي بعدها كنت بلعب بحسام. المبارا اللي بعدها مش عارب بلعب ببيرس تاو. انا في رأيي ان ما فيش ولا واحد فيهم عنده فتن سمبريات. ولا واحد فيهم. لا محمد شريف ولا شادي. وكان في نفس الوقت كان حسام قبل ما يمشي الحقيقة. لان كل واحد بياخد ايه شوط 45 دقيقة. بياخد 60 دقيقة. بياخد 15 دقيقة. وده ما بيدلاكش لا ثقة ولا فتن سمبريات. فتن سمبريات ده حاجة مهمة جدا جدا. انا كمهاجم لا ده لازم ياخد وخلاص بقى بطلع سرعات وبطلع قوة وبتمركز بعرف ازاي بتمركز وباعرف ازاي الحاجات دي كلها مهمة جدا. يعني انا يمكن من حوالي يعني مثلا حكي عايز تقنعني انه كولر مثلا في مباراة المصري. انت عاف كولر لو قرر مثلا ما يغيرش شريف حجم الانتقادات اللي هتتتواجه ليه هاملة ازاي. طبعا طبعا. بس انا ما هو فيه حاجة بس. يعني انا سيبك من الانتقادات دلوقتي. انا عاوز اوقف مهاجم من المجموعة اللي معايا دي. من الاتنين اللي معايا. او التلاتة طبعا بس تاو مصاب ومشكلة يعني في اصابته. بس تاو مش مهاجم صريحة. يعني موسماني وظفه مهاجم. اه كولر وظفه مهاجم. بس يعني درائي المتواضع. هو مش رأس حربه. هو انت بقى. ومش مواصفات رأس الحربة. الجمهور النادي الاهلي مستنيه بصلاة حقيقة. ماشي. بس انت في الحالة اللي عليها شادي. والحالة اللي عليها محمد شريف. اي. اعتقد ان انت لما وظفته هو انتج. اه. يعني لولا الاصابة كان هيكمل. اه. فانا بقول ان واحد فيهم يكمل. لازم يكمل. لان صعب جدا جدا الحقيقة. والاتنين انا في رأيي كمان فيه فكتان ثقة. اه. يعني لأ ده الكور اللي بتجي لهم دي لو في حالاتهم. ولو هم فيه بقى ثقة ووقتين تسعين دقيقة. وكل واحد بياخد تسعين دقيقة صح يعني. لأ الحاجات دي كلها تجي جوان. انا بشوف اه انه ده. الحالة العامة دي يعني ممكن تبقى اه. مسببة ضغط. مش مش مش. ملوش علاقة بالكورة. ضغط نفسي او ضغط معناوي. اه. هو يعني ملغبة حسابات شريف وشادي شوية. طبعا. ومعهم حساب لما كان موجود. اه طبعا. طبعا. ده بنسبة كبيرة جدا طبعا. اه. اه. هقول لك حاجة. الكورة بتاعة شادي. كان مفروض يلعامها من مرة واحدة. اي. اي. السلامها باليمين. وحاولي يلتوشها بالشمال طب انت الشمال بتاعتك أشياء دي مش عالية مش جندة طب انت ليه ما عطتهاش مرة واحدة وده اللي أنا بقولك عليه لو أنا باخد هتلاقيني تصرفي فيه أنا مركز في تصرفي وفيه سرعة والحاجات دي كلها ورد فعل كمان الحاجات دي كلها محتاجة أن أنا أخد أخد الحقيقة عشان أتكلم معك على المطش المواجهة الأخيرة بين كولر وطرق العشري في الدوري انتهت بالتعادل مباراكة الدفاعية بحتة من سموحة هجومية عقيمة من نادي الأهلي مقدرش فيها يخترق دفاعات سموحة هل تتاقع أنه ماتش بكرة مع الفرق طبعا دي مباراة كاس يعفعش تعادل لازم حد فيها يكسب تاقع أنه يكون نفس السيناريو ولا سيناريو المباراة قد يختلف هو طبعا أداءنا في مباراة سموحة اللي فاتت الحية أنا بعتبره من أسوأ أداء النادي الأهلي في الفترة الأخيرة كلها أجمالة فترة أجمالة جدا لأنك انت في خلال التسعين خمسة وتسعين دي بلوقتي تضيع ما ضيعتش فرصة مروحش للجول يعني ماتش فيوتشر مش أوحش؟ لا ماتش سموحة أسوأ ماتش فيوتشر اللي كنت بتلعب فيه سبعين دقيقة زيادة ومتقدم بس وصلت للجول أنا بتكلم أن انت في الخمسة وتسعين دي انت بدعتش فرصة فماتش سموح ودي طبعا يعني مش النادي الأهلي في طارق العشر الحقيقي إحنا بقى لنا أربع مواسم ما بنكسبوش يعني إذا كان مع طراع الجيش إذا كان مع طريقة عقيمة أوي بصراح انتهت من كورة الطاقة دا ما كابتن صحيح طبعا أنا ما أبلومش كابتن طارق يعني بس الطريقة دي في اللعب انتهت من بس بشوفهاش غير في مصر بلضبط يعني إحنا شفنا كاس عالم الحقيقة حتى السعودية اليابان اليابان كوريا وعشان بتهاجم كسبت فرق كبيرة لها أسماء كبيرة جداً انت لما السعودية بيكسب أرجنتين ولا اليابان تكاميرون يكسب برازيل، اليابان يكسب ألمانيا، تونس تكسب فرنسا، المغرب أسبانيا والبرتغال عشان ما كانش حد نازم مدربين دولت نازم متحفظ بقى بدايق مسحات دي كورة تانية غير الكورلة عندناك لا طبعاً زي ما نتكلم عن مبارات برشيلونة مبارح أداء برشيلونة بش أقولك ريال مدريد زي ما كلمك على كاس عالم اللي فات ده احنا كورة تانية خالص مختلفة عن الفكر بش أقولك بقى اللعيبة في الملعب الفكر نفسه بتاع المدربين والكورة اللي انت بتتفرج عليها لها مختلفة خالص انت هقولك حاجة انت في كاس عالم الحقيقة وانت بتتفرج على المباريات لما تجي تتفرج على المباريات نحنا انت عارف العادة لما بتكيب مثلاً هاجمة مثلاً كويسة والمخرج مثلاً بحب يعيدها ولا حاجة احنا كل الاداء بتاعنا عادة ده مشكلة كبيرة جداً الرتم السريع ده يعني أهم حاجة في الكورة يعني هقولك حاجة احنا كنا في محاضرات الحقيقة مع ناس كبار يعني كان بيكلمك أهم عنصر دلوقتي موجود في الكورة عنصر السرعة عنصر السرعة بقى ده الشامل بقى يعني السرعة العدو سرعة اللعب والريتم والحاجات ده كلها احنا برضك بنفتقدها للأسف شديد يعني بنفتقد العنصر ده اللي هو زي ان بقولك انت شفت في كاس العالم شفت مبارح في برشلونة بيقدي ازاي بيقدي بشكل يعني اولا ازاي هم محضرين يعني مش مثلا كل اللعيب بيجي له كورة بيقول ان هعمل ايه لا ده هم محضرين ما يقدرش يعمل الـ 28 تامرية ده إلا ما يكون كل اللعيب في العشرة لموجودين في الحد عشرة بما فيهم حرس المرمى محضر قبل ما بجي لكوا ده محضرين ايه كمان هو مش محضرين لمسة ولا لمستين لا ده انا كورة جات لي بديها الـ احمد احمد لو اديهنا تاني انا بديها المحمود انا محضر تطرب على المسات فبالتالي ريال مدد وقف ومهم جدا هنا في الجزئة الان انت بتقولها ده كابتر رمضان فكرة انه ازاي اللعيب بيتحرك من غير كورة طبع ما هي ده يعني في اوقات كتير جدا في اوقات كتير جدا اللعيب ممكن يبقى معاه الكورة وبحسها في كورة على مستوى المنتخب بالزبط بتاعنا وعلى مستوى فرقنا برو اللعيب بتجيل الكورة هو مش عارف تعمل بيها ايه يعني عندوش حلول ما فيش حد ظاهر له لكن في برشتونة مبارح لا ده انا عندي حل واثنين وثلاثة بالزبط انا بباص الكورة وبتخرك لزميلي في ظهر المدافع اللي ضغط عليه عشان ادينه مساحة تمرير وهكذا استلمها ولاقي واحد تاني يعني فكرة التحرك بدون كورة مرر وتحرك مرر وتحرك لكن لكن مش حداشر لعيب كل واحد واخد مربع في الملعب كاتبه باسمه واقف فيه مستاني الكورة الجيله عشان يبصيها للمربع على جنب منه ولا دي خالص ده خلاص ما عادش موجود في الكورة الحديثة والكورة اللي احنا بتفرج عليها الممتعة بقى زيان بيقولك لا الناس البرازيل كان زمان يقولك هم متفهوقين على كل اوروبا وكل العالم ان هم بيحضروا ثلاث لمسات حاليا دهوقتي بنشوف ناس محضرين خمس لمسات يعني تخيل اه فعشان كده الكورة ممتعة احنا زيان بيقولك مهم جدا عنصر السرعة ومهم جدا الناس تحضر ومهم جدا كمان ان يبقى فيه ثقة كمان الناس اللي بتخش 18 من لعيبة الناد القالة دي يبقى فيه ثقة ان انا اه 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 وتركيز واقول ايه يعني انا في رأيي ان انت مثلا لو سي مثلا شادي او سي مثلا محمد شنيف او سي احمد عبدالقادر او ايه احد بيخش 18 بفرصة مفراد اقول ايه او حسين الشحات اقول هي دي الفرصة اللي هجيلك اه لو في اول ثانية في المباراة يبقى معنى كده ايه ان انا حط فيها كل تركيزي او اجيب جول انا يا جماعة انا بقولهم ايه انت انت هجيب جول بتكسف رئيتك فوقات التركيز الزيادة عن لزومة كابتر رمضان ممكن يخلي نسيجة مش كويسة يعني يعني لعيب لما يبقى يعني انت عايب فيه لعيبة ممكن بتلعب بمنطقة يقولك دايما مثلا ليه لعيبة في الانداية التانية بتلعب براحتها او يا دنيا يعني يمشى كويس قوي معاهم بيلعبوا كوراة حلوة جدا ومنهم لما يجي لعيب فيش ضغوط اه لما يجي النادي الاهلي ما تلاقيش نفس الكواليتي ما تلاقيش نفس المردود ده بسبب الضغوط اللي موجودة فيها فوقات كتيرة جدا الضغوط دي بتجيب والتركيز الزيادة عن لزوم بيجيب نتيجة عكسية طيب ما انا هقولك حاجة اه انت المهاردة حسام حسن حسام حسن لسه ماشي من اربع تيام جاب جونيل في مطشا جاب جونيل في مباراة ايو حسام حسن في كل المباراة اللي لعيبها جاب اربع تجوان الضغوط بتاعت النادي الاهلي وجماهير والبطولات بتاعته اعتقد بتعمل ضغط جامد جدا على الجوم اللي بيجيب برا ازاي هيتعامل كولر مع سموحة بكرة وايه اوجه الاختلاف اللي تتمنى انك تشوفها في مواجهة سموحة بالتأكيد الراجل اللعب حافظ الفرقة فيهم طريقة لعبها ايه اللي انت مستنيه من كولر في مواجهة سموحة بكرة هسمع رد كابتر رمضان السيد بس بعد الفاصل طيب تاني مواجهات كولر وطارق العشري هيكون ايه السيناريو بتاعها وايه اللي منتظر من مستر كولر في مواجهة سموحة بكرة علما تاني بأكد ان دي اكيد هتبقى متاخدة في اعتبارات المدربين يعني طريق العشري ما بيلعب زون ديفنس قدام النادي الاهلي وبيقفل منطقة الجزاء ب11 لعيب هو عارف في النهاية انه هدفه يطلع بنقطة تعادل ولو قدر يخطف من مرتدة مع انه ما شفناش حتى محاولات لمرتدات لكن لو قدر يخطف فيه بقى خير وبركة لكن في النهاية دي مباراة كاس ولابد من وجود فائز وهو طرف يفوز وطرف يخسر وبالتالي دي اكيد هتأثر على حسبات المديرين الفنيين وبالتالي ايه المنتظر من كولر في مباراة بكرة هل تتوقع واحد تغيير في طريقة اللعبة في مواجهة سموحة اتنين بما انه فريق طريقته الاساسية دفاعية ممكن الناس تقولك مش محتاجة لعب اتنين على الدايرة ممكن اكتفي بواحد بس وازود لعيب يعني مهاجم وممكن ألجأ لنفس الطريقة لكن مع تغيير الاسماء من وجهة نظر كابتر رامونار هي بس تغيير طريقة اللعبة بقت صعبة في خروج طبعا محمود متولي ومحمد عبد المنعم السردباكات اللي هي فيها مشكلة متولي موجود مفترض يعني متولي موجود بكر هو موجود بكر بس هو برضا عاوز يعد حد جميل تجيلك في الحتة بتاعت خط الظهر دي لوحدها ماشي ماشي طبعا طريق العشري انا زي ما اقولك احنا بقالنا اربع مواسم ما بنكسبوش ليه لانه هو بيدايق مساحات بشكل قوي جدا جدا مابدلتش بساحات خالص وكمان بينزل زون نص ملعب يعني مش كمان بيدايق مساحات لأ وبزون نص ملعب فبالتالي انت الحلول عندك بتبقى قليلة جدا او ان انت توصل له او تختاره انا اسأل حاجة سؤالة عن المطش اللي فات لو لقالي لعب المطش اللي فات اربعة اربعة اتنين يعني لو لعبنا مع فرقة يعني فرقة ما بيتهاجمش فرقة ما بتحاولش تطلع بتعدي نص ملعبها لو لعبنا باثنين روس حرب لو لعبت بشادي مثلا مع اين كاتل اسماء حاجة ممكن تختار اسماء بس انا مثلا اقولك هلعب بشادي وشريف وكي هلعب وراهم بأفشا مثلا وسافي وعبدالقاتر سافي على يمين وافشا في النص وعبدالقاتر على الشمال ولعب وراهم بديانج ولعب وراهم بديانج ولعب على الترفين بخط الظهر العادي بتاعي هاني ومعلول على اطراف وياسر وطبعا هل ده ما كانش يضرب التكتر الدفاعي وممكن يلاقي فرص انا اقولك حاجة يعني تلاقي فرص اكتر انت مش في مباريات بيبقى مثلا شادي بيلعب وبعدين بتيجي بتلعب مثلا محمد شريف اخر 20 دقيقة او محمد شريف بيلعب وتيجي تلعب شادي مثلا 25 دقيقة وانت بتكون متعادل وانت شايف ان الفرقة اللي انت بتلعبها بيلعبو زون نص ملعب ومدايقين بساحات وما بيجاسفوش في النواح الهجومية فانت بليه بتغير مهاجل بمهاجل طب وبعدين انت مثلا بيبقى عندك مثلا محمد هاني الفترة الاخيرة الحقيقة عامل مبارياته على مستوى علي جدا كل المس اشدد بهاني فترة الاخيرة طبعا يستهل وحقه اه طبعا لان محمد هاني ابتدى الكروس بتاعه الزبط ابتدى المساندة الهجومية تتعامل بشكل جواس اوي ابتدى يختارك الحاجات ده كلها مكانش موجودة فلما يكون عندك محمد هاني في اليمين وعلي معلول في الشمال طبعا انت اللي اتنين بيعملوا كروسات نموذجية طبعا في التوقيت اللي انت بتغير بقى مهاجم بمهاجم طبعا تسيبهم اللي اتنين وتركز على ان علي معلول يحط الكروس ومحمد هاني يحط الكروس واحد فيهم هينمس لكن من اول المباراة صعبة من اول المباراة صعبة لان هتفضيلك وص الملعب الحقيقة ودي طبعا يعني مشكلة لكن لو انت عندك مثلا حمد فتحي وديانج الاتنين عندهم القوة وعندهم الاستخلاص وعندهم الاتنين يقدروا ان هما يغطوا مساحات خلاص ما تقلقش وتلعب فعلا باتنين مهاجمين واتنين من تحتهم يعني تلعب باتنين من تحتهم اجنحة وتكلم بقى مع علي معلول وتكلم مع محمد هاني ان احنا نركز بشكل كبير جدا على الكروس اللي هو يتحط ومناسبة الاطراف هل بتشوف انه صفقات الاهل الجديدة خالد مروان كريستو ممكن يزهروا في مطش بكرة ممكن بنسبة كبيرة جدا الحقيقة انا كريستو يعني لو انا القرار في ادية انا لازم اديله بكرة اي لازم ابدأ بيه هاعد معاه والفترة الاسبوع اللي فات دوت اكيد الراجل قاعد معاه واللي تشتغل عشان يخش جوه الحقيقة تيم النادي الاهلي كريستو من اللاعبة المميزة جدا والله يزبط وجودهم طبعا بكرة في حل من الحلول بتاعت السردبكات انك انت اتدخل محمد هاني يلعب جنب ربيعة ويتلعب خالد تبدأ بخالد خالد برضك خلي بالك عامل الفترة اللي فاتت دي اداء مميز جدا وبيعمل الناحة لجمية وبيعمل الناحة الدفاعية بشكل كويس صحيح السؤال الاخير مرتبط بالنقلة بين السموحة والزمالك هل افضل من وجهة نظرك رغم انه متولي انتعرف في مسابقة الكاس ملوس رقب الاقاف الدولي فهي متولي متاح بك متاح بك هل تراهن على سنائي تحتاج انك انت تلجاله في مبارات الزمالك وتديله في مطش بكرة تزود بينهم مساحة التفاهم خاصة انه اسموحة يعني هيلعب كرة دفاعية فيعني ما انتقلتش ان يبقى فيه هجوم كتير او مشاكل كتير لتخطط فاعك ولا تلعب على الافضل المتاح بالنسبالك والسيناريو الزمالك من وجهة نظرك مين افضل اتنين من وجهة نظر كابتر رمضان يلعبه في خط ظهر النادي فقلب خط نظر على حسب يحمد محمد عبد المنعم هل يرجع في مطش الزمالك او لا لسه لو رجع محمد عبد المنعم وربيعه يبقى خلاص يبقى دي تقفل انا في رأيي ان لو مرجعش محمد عبد المنعم يبقى لازم هاني يخش جوا جنب لان هاني يعمل المركز ذلك شكل كويس اوي اوي يعني يمكن وهو حتى الدنيا ملغبطة معها ولما كان بيلعب سيرتباك كان بيبقى مقادي اداء هاي الحقيق فالمبراد بكرة انا في رأيي انه مجاهز هو نمازج كتيرة جدا من البكات اليمين على مستوى العالم كله مش مصري بينجحوا جدا في فكرة قلبة فاع استاذ جوراموس مثلا واحد اهم طبعا اسمه في الحيطة طبعا طبعا فانا بقول ان بكرة مبراد بكرة احنا معالاش ضغط هجوم كتير فاناالعب قدي الهاني جنب ربيعة على الاساس ان هما يحصل تجانس بينهم الاثنين وهاني يبقى خاد خلاص في المركز ده واطمقام ويلعب الزمالك عادي خلاص ولا مشكلة خلاص اتمنى ان شاء الله الطفيق ومطش بكرة مهمة جدا للدربي واحدة من المحطات المهمة قبل مشوار كاسل العالم عايزة ناخد كابتل رمضان السيد دولي الدرجة التانية اه تشتغلت شوية فترة في الأولمبي صح؟ اه طبعا طبعا نحن يمكن الاضواق كلها مسلطة على الدوري الممتاز ألف فيمكن الناس كتير ما تعرفش الاوضاع في رغم حالة المقاسة يعني العك والمشاكل الكتيرة جدا هل الامور اكتر انضباطة اكتر سهولة في دوري الدرجة التانية ولا الامور اصعب من الممتاز لا اصعب طبعا اصعب كتير لان انا اقولك حاجة الدوري الممتاز به الموسم ده بالزيت لان من الموسم اللي جاي هيبقى عاشين نادي خلاص زي وزي الدرجة اه هيبقى زي وزي الدور الممتاز وده هيبقى نقلة الكرة في مصر لانك انت ممكن تاخد من الدوري الممتاز به لعيبة المنتخب مصر اولا هيتسوق المصابقة هتتسوق وهيبقى فيه كل الناس اتفقت على انه ده افضل شكل المصابقة الدوري الممتاز به طبعا طبعا نقلة اعتقد ان المواسم اللي فاتت كلها كان الناس بتكشف اتحاد الكرة على اساس في انتخابات والجامعية العموية والحياد كلها والانديها دي كلها كانت بتضغط لكن خلاص هما القرار القرار يعني محترم جدا وهيتنفذ الموسم جاي طبعا الصعوبة هنا في الممتاز به انك انت بتمسك مثلا فرقة الممتاز الممتاز الف اللي بينجو من الهبوط ممكن مثلا يروح يعمل عمرة يتعمل له حفلة اللي بينجو من الهبوط الممتاز به لا ده مثل التاني المركز التاني فشل التاني زي الاخير هي دي الصعوبة هم بكلم على ثلاث مجموعات اللي بيت نفسه الوقت ما هنروح الموسم الجاي الحقيقة المنافسة الموسم ده يعني في مجموعة بحر في دي كيرنس وبلدية المحلة وطنطة ومنصورة كفر الشيخ وشبين واسمدة ياريت تجيبولنا كده جداول الترتيب عشان نستعرضها ونقف مع بعض النقاط لان انا عارف كمان كابتر ربادان انه كمان في تجرب استثمرية دخلت في دول طبعا 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 وفي مستثمرين ورجال اعمال شاريين طبعا 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 فقصة بقت غيئة خريطة نفسها اختلفت في دولة درجة تجربة انا روحت شفت تجربة بروكس الحقيقة تجربة محترمة جدا تجربة ايه كابترنا بروكسي في مجموعة بحري نادي معمول سسماري وعملين بقى ايه عاملين ملعب بحمام سباحة بجيم بغرف غرف ملابس على مستوى علي جدا يعني عاملين كل حاجة يعني بدينها بروفاشنال يعني عاملين كل حاجة الحقيقة مفيش مساكن في الامكانيات لا لا الامكانيات مفتوحة ومشيين بشكل قوي والادارة كمان ادارة طبعا في عقليات الحقيقة هايلة الحقيقة لكن انا بقولك مجموعة بحري مجموعة الحقيقة القاهرة السكر حديد وزيد والقناة القناة قاعد حوالي سكر حديد ده كان زمان اوي كان موجود في الدوري من اقدم الاندية في مصر يعني اقدم اندية مصر كان القناة قاعد حوالي تسع وسمعت على مشاكل كتير الفترة الاخيرة سكر حديد والترسانة والقناة اه هو خلي بالك التحكيم مش مرضو اه لا 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 انا قلت الدرية تحت اسحل شوية انا هقولك حاجة انا في وقع معي انا ما حصلتش في تاريخ التحكيم في مصر ولا في العالم حتى احنا طبعا ما عندناش فاق انا اه حسب الحكم دخلنا منطقة الجزاء حسب ضرب الجزاء العقم من الحارس المرمى يعني مفيش جريمة اه جريمة يعني الحكم ادى ضربة الجزاء وفي نفس الوقت المساعد بتاعه راح اجرم اكد القرار اكد القرار كنت بلاعمل منصورة فرقة المنصورة كلهم قاعدوا يحتاجوا حوالي دقيقتين راح الاغل لدربة الجزاء يعني قرار ما حصلش ده انت خدت خدت القرار كحكم المساعد اكده لك ولا حاجة الحاجة دي زي لا اخد بالك عن الصوت العلي بيجيب نتيجة جدا عندنا كل ما صوتك يعلى اكتر كل ما يبقى مصنوع اكتر المشكلة ازاي اللي حصل في الترسانة يعني ما هو انت واردك هتعمل صوت عالي وهتعمل مشاكل وبتاع هتلاقي ايكافات وهتلاقي مشاكل طيب احنا عندنا دي كيرنس في صدارة المجموعة التالتة اه دي كيرنس في الصدارة 26 بونت بلدية المحلة وطنطة والمنصورة 25 بونت بعدهم كفر الشيخ جمهورة شدين المنافسة قوية جدا 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 والوليمبي ونبرو تحت هم اه طبعا اوليمبي عاشر دي كيرنس عامل لغاية دلوقتي موسم ولا اروع الحقيقة نروح للمجموعة بيه المجموعة السكة الحديد السكة الحديد السكة الحديد كان السابع او الثامن نط الحقيقة بشكل كويس اول انه عمل 8 فوز متتالي زد الحقيقة في المركز الثاني بواحدة واتين بونت والقناة نفس الحكاية واحدة واتين بونت ودي دجلة 28 بونت دول اللي داخلين الحقيقة في المنافسة بشكل كوي التلسانة برضو يعني مش بعيد التلسانة موجود الحقيقة ويمكن هو قعد حوالي ثلاث مبارات الاخيرة بعد مبارات السكة بيعمل نتائج سلبية وبعد كده ابتدى يكسب المبارات اللي فقدت زد نادي برضو نادي اسمارية اه طبعا من اكبر بقى الاندير اسمارية اللي في مصر دي بقى لان ميزانيات فيه فرق في الدول الممتاز ما عندهش الموازنات بتاعت الفرق دي بتاعت زد مجموعة الصعيد لفينيا الحقيقة ماشي بشكل كويس قوي 32 بونت بترول قسيوت لفينيا ده نفس القسيوتي كان زمان يعني يبعوا القسيوتي بقى بيراميدز وعملوا هما ناتج عملوا لفينيا أستاذ محمود القسيوتي اعتقد ان بيعمل تجارب نكحة جدا الحقيقة لفينيا في الصدارة 32 بترول القسيوت 31 الجونة 28 ومصر المكارسة 28 ونفسة برضا قوية جدا 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 والثلاث مجموعات محدش هيحسن بدري يعني الثلاث مجموعات دولت كان في العشر مطشاط الأولينين يحمد كان القناة في مجموعة القاهرة كان متقدم مثلا على كل الفرق بتسع بونط عشر بونط لغاية ما يبتدى بقى يقع وابتدت السكة الحديد نزي نقاط دايروت قالولي كمان دايروت دا تجربة السمالية فيه تجربتين دايروت سراميكا نادي سراميكا هو اللي بيملك نادي دايروت اه بيملك نادي دايروت ويصرف عليهم ودي فيها ميزة كبيرة جدا انه ممكن تبقى عندك لعيبة وبتسكنها في الفرق الية تجربها كمان نفس الحكاية بالنسبة لمصر السلوم وخدها انبي وبرضو نفس الحكاية تجربة انا باعتبرها بردك يعني ممكن تنجح بشكل كبير نورت الدنيا كبير ربنا خليك رحميك ربنا خليك كل التعفيق الاهلي بكرا ان شاء الله فيه مبارات سموحة نقدم عرض مش عايز لو نصرح بيه الجمهور الجمهور حيام الزعلان بقدم هو الآن يعني فيه فرق جدير بان نكتبقى الزعلان لكن ان شاء الله بإذن الله قادرين على تجاوز عقب سموحة وبعد كده بقالين كلام تاني بقى على مبارات القمة الاهلي والزمال واشكركم على المتابعة وعلى كل خير دايما نتقبل دايما على شاشة الاهلي بسادسة اشتركوا في القناة شكرا